اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في مكتب عودي سرح في دنيا بعد رجعهم من المهمة عودي يوميا بيتسل على دنيا يتطمن عليها ومرة ترد ومرة لا وفيهم بيتسل عليها عودي انت عايز مني ايه؟ بحبك نعم وده من امتى؟ معرفش حصل امتى بس بحبك والله ممكن نقعد مع بعض عايز اتكلم معاك ليه؟ وتتكلم في ايه؟ لما نقعد مع بعض هقولك تمام شوف عايز امتى؟ ياريت النهاردة لو انت فاضية اوكي تمام وقفلت معاه يا ترى وراك ايه بس يا عودي وبعد شوية من الوقت عودي كان موجود في المكان اللي اتفقوا عليه قبل المعاد ودنيا دخلت وبتبص حواليها ولقيته قاعد على الترابيزة ولمحة وقام نورت يا حضرة الزابط ده نورك يا حضرة الزابط انا جيته زي ما انت قلت خير بقى طب عاضي ارتاحي اكيد يعني مش هنتكلم وحنا واقفين اه اكيد اوكي وفعلا قاعدت تشرب ايه اي حاجة فراش لمون هو انت ناوي تنرفزني ولا ايه لأ ما قدرش اقول كلمة زعالك عارف يا عودي انا مش متطمنا لك بس ماشي خليني معك للاخر والله يا دنيا ما هتندمي وعودي طلب من الويتر اتنين عصير لمون فراش وبعدها بشوية الويتر جاب العصير اهو قاعدنا واللمون جاه وانت بقى ما نطقتش ولا كلمة ما تقول طبعا انت عايزة تعرفي انا ليه رجعت وكنت عايزة تسامحيني على اي كلمة قلتها ليكي او لغيرك اه وقلتلك انا مش هسامح غير لما اعرف السبب وانا هنا النهاردة عشان احكيلك هم كل ايه زان صاغية قول وعودي بدأ يحكي على حكايته مع سالي وعلى خيانتها اول اللي كان واصله ان هي خانته وانت حرها لانها تظلمت من اعزة اصدقائها لحد ما جي واحد صاحبه برق زمتها قدامه لانها دلوقتي تحت رحمة ربنا ولما عرفت الحقيقة كنت قاسي قوي على امي واختي وقايست اتوجدت على وجه الارض وانت بقى لما عرفت الحقيقة ليه ما روحتش جبت حق المسكينة اللي تظلمت دي كنت هعمل كده فعلا طب وما عملتش كده ليه عرفت من صاحبي ان الصديقة المشتركة ما بيني وما بينها عملت حادثة وبعدها بكم يوم ماتت على طول وكمان صديقنا جاله شال الرباعي ونايم زيه زي السرير هنتقب من مين بقى رب تكون اخد لها حقها سبحان الله العظيم وما فيش احسن منه يجيب حق المظلوم طيب انا هو حكيت لك كل حاجة ايه بقى تمام وانا عذرتك وسمحتك ايه بقى المطلوب مني تاني اديني فرصة يا دنيا فرصة لقى بالزبط اقرب منك ليه يا عدي عشان بحبك بتحبني وده حصل من امتى من بعد ما بعت عن المعسكر وحستت بفراغ كبير عشان مش موجودة معايا وحستت ان انت فرقة معايا قوي ها قلت ايه بقى طب ولو قربك ده ازاني مش هيحصل يا سلام واصك قوي طب لو حصل اللي هو صلاح هيضربني بالنار قبل ما انت تتحركي مكانك اللي هو صلاح ده ابويا وهو بيحبك جدا القلوبة عند بعضها طب انا بقى عايز القلب يميل ما قدرش هوعدك مش بادينا اكيد مش بادينا بس اديني فرصة وانا هخليه ميل ويحب كمان ماشي لما نشوف ان شاء الله دونيا هيحصل وهتشوفي وعد ايام كتير قوي وبقوا يقابلوا بعض كتير ودونيا بدأت تميل لعودي وقلبها بدأت يدق جامد قول ما تشوفه وبعد وقت مع دونيا وجود عودي فرق معاها وفي يوم اتفقوا على كتب الكتاب ودونيا في البيوتي سنتر بتكلم عودي خلاص يا حبيبتي جاهزتي لسه شوية زوى يارين تمام وانا مستنيكي لعمر كله ما لك يا عودي مفيش هبعت لك رسالة على الواتساب وشوفيها وقول لي رأيك رسالة ايه؟ ألو يا عودي وكان عودي قفل التليفون ودونيا جالها اشعار بوصول رسالة وكان محتواها عودي الشيخ دحك على صخر المخابرات بكذبة الحب انت يا قل من ان عودي الشيخ يتجوزك واسمك يرتبط باسمه سلام يا أمر دونيا شافت الرسالة ودحكت بصوت عالي بقى كده يا ابن الشيخ انت كده بقى لعبت في عدد عمرك وكل اللي معاها مستغربين قلبتها في ايه يا دونيا؟ البي اللي المفروض يكتب كتابه النهاردة علي وابقى على اسمه بيقول لي ما يشرفنيش اسمي يتحط جنب اسمك انا دونيا القليوبي اخطر زابط مخابرات في مصر والشرق الاوسط يتقلي كده ومن مين؟ ومن كتر عصبيتها وقعت من طولها وجسمها تلج ونروح بقى في مكان تاني او دايق قاعد في عربيته وبيفتكر اللي حصل ومن جواه متضيق قوي بس حاسس ان كرامته رجعت له من قصر الدنيا وحصل حوار ما بين حقله وكمان قلبه مرتاح انت كده؟ ايوة جدا متأكد؟ اه طبعا هي ما تستهيلش اصلا غير كده يا اخي بقى حرام عليك انت بتحبها؟ لا مش بيحبها انت موهوم انا موهوم؟ واه انا اصلا مش بكلمك انت انا بكلمه هو وانا هو ايه؟ انا هو واحد اما انت؟ واحد عبيت هو مين اللي عبيت يغاب انت؟ انت كده دمرته ودمرته علاقته بدونيا وكمان ابوه انت ناس ان ابو قال له ايه؟ فاكر بس هو ابنه اللي وصله هنا هينسى ان هو ابنه وهينفز تهديده شش انت أهبل ومش عارف حاجة معقولة يعني هيدرب ابنه عشان واحدة شغالة معاه هي مش نقصة عبط على فكرة عبط صدقني زنبه وزنب دونيا في رقابتك انتو بس وعقله ملكش دعوة هو كده مرتاح مرتاح اه ومن دلوقتي بقى هيشوف عزب عمره عشان انت بتحب على نفسك اما انا استردت كرامته كرامته يا اخي منك لله وحسب الله ونعم الوكيل فيك بس انتو الاتنين بس ليه كده ده انا بحبك هو اللي ضيعك ملكش دعوة انتو الاتنين وركب عربيته وتوجه لبيته واول ما دخل ابوه قبله الرسالة اللي بعتها لدونيا من تليفونك دي ايه مش فاهم يعني انت كده خلاص مفيش كتب كتاب ولا جواز اه يا بابا فاكر انا قلتلك ايه قلتلك لو قزيتها فاكر قلت هعمل فيك ايه اه فاكر ومش فارق معايا يا بابا وجاي هنا بكل جبروت ومش خايف من تهديدي لك وخاف ليه انا انتقامت منها القرمتي اللي بهدلتها قدام القادة والطلبة وكده نبقى خلصين والله تمام وطلع مسدسه وانا بقى هضربك بالنار عشان انا لما بهدد بنفذ وامراته جت ايه ده صلاح هتضرب ابنك بالنار اه هضربه عشان انا حذرته لو جرح دونيا بكلمة هضربه بالنار وده مش جرحة لأ ده قصر قلبها هتضربني بالنار عشان واحدة غريبة هتموت ابنك عشان دونيا يا بابا اه هعمل كده وشد الزنات بتاع المسدس وكان هيدربه بالنار لولا بس حزم ابنه رفع المسدس منه وامامة عودي شدته البرة وهي كمان ضربته بالقلم ابوك عنده حق عودي احنا هنعتبرك مد يلا غور من هنا انت لابننا ولا حتى نعرفك امشي وعودي بيبص المامته بزهول انتي انتي بتضربيني انا بالقلم يا ماما وهو كان عايز يضربني بالنار عشان دونيا انا كنت صح طول عمركم بتكرهوني وانا بقى بقراكم كلكم بقراكم وانا مبسوط ان انا انتقمت منها وانا وهي بقى والزمن طويل اوه فجأة عودي فق على صوت حد بيقوله ايه يا ابني هو انت نمت وانت قاعد على المكتب ولا ايه تصدق ايه خالد طب وكان صوتك علي ليه بقى وانت نايم ده كابوس كابوس يا خالد يا ساتر كابوس ايه ده لا مش عايز افتكره ده كان صعب قوي طب ما تحكي لا بقولك ده كابوس ومش عايز افتكره واستغفر ربه وبيحمد ربه انه ما كانش حقيقة ايه فيه يا ابني رحت فين معاك هو طب يلا هو انت ناسي ان النهارده كتبك تبقى دم عبلك يا باشا دعواتك يا خلود دندن بس توافق دندن ان شاء الله توافق اقولك على فكرة مجنونة تعملها وهي هتوافق هيخوفي من افكارك ما تخافش هي فكرة وهتجيب من الاخر ماشي يا عم قول وانا سمعك وخالد بدأ يقوله على فكرته وعدي اعجب بها جدا بس مش هنلحق كله هيخلص في ظرف ساعة سيب لنا الموضوع ده ماشي يا خلود يلا بينا وخرجوا من المكتب عشان ينفذوا فكرة خالد عشان دنيا توافق تتجاوز عدي وانسيبهم بقى يزبطوا الفكرة وانروح بقى لمجنونة الرواية نسمة كانت نايمة ومامتها بتحاول معاها وما فيش فايدة انها تقوم طب تصدق يا بيت ان شاء الله ادهم بقى يدخلك الامن المركزي كله ويسحكي من الغيبوبة دي ونسمة ولا هنا وبتحلم وبتغني وهي نايمة وقفى في البلكونة وبغني وبقول مواويل وعد علي جادع أبيض طيب وجميل يلا يا بنات ويانا الفرحة دي سيعانا وحبيبي هيفضل ويانا يلا يا بنات ويايا نغني في البلكونة وهي نايمة في سبع نومة وعملت سقف ومامتها مسكت تليفونها وبتصورها يا لهوي يا لهوي البت تهبلت خالص دي وهي نايمة بتغني بتغني يا عبد الحقني وبتسقف كمان تعال أشوف بنتك تعال أشوف بتهب بايه وبابا نسمة جيه اتأخرت ليه يوم نسمة تعال أشوف بنتك بتغني وهي نايمة تعالى شوف الخيبة ها 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 هي لسه فيها العادة دي آه شفت ده كتير بدخل لقيها بتكلم نفسها بس أول مرة بقى لقيها بتغني وبتسقف كمان فرحانة يا مونسمة فرحانة طب خد يا أخوي اسمع كانت بتقول ايه وفتحت الفيديو وسمع نسمة وهي بتضحك وبتغني ونسمة تفزعت من الصوت يا لهوي يا جدعان ينفع كده يعني وبعدين من اللي صوتها تقرف ده عالصبح وبتغني دي وفرحاناني بنفسها كده في يا ماما جاية تشغالي الصوت دوات جنبي أنا وانا نايمة ايه ايه ما تعرفش خبتها ده انتي قابت ايه انا ده صوتي انا اه يا اختي انتي شفتي بقى وفاكرة نفسك صوتك حلوة قوي طلعت هبلة وبتهبلي وبعدينها ظغرت لا 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 اخيرا اخيرا يا مصيبة صحيتي واصحة ليه حسن قولي واصحة ليه قولي لا صحة ليه هتشل بقى سيبونا نام الله اه صحيح تسحي ليه ما فيش النهار ده مثلا كاتب كتاب وبيوتي سنتر ولا فرح بالليل ولا اي حاجة طيب وانا مالي بقى بكل الليلة دي الله اه صحيح تصدق انا اللي هتجوز بيت انت تهبلتي ولا ايه هو كاتب كتاب مين يا هاب لانتي اه صح كاتب كتاب مين يا ماما اه يا مررتي اللي اتفقعت تاني عبدو اتعامل بقى بدن مرتكب جريمة ويقولوا ام قتل ببنتها يوم كاتب كتابها وخلصت الود الغالبان اللي اسمه ادهم ده من غبعها وخرجت من قدتها قفوشة قوي حسنولي دي عبد صح يعني لازم يعني حركاتك دي يا بنت ارحميها بقى دي مصورك فيديو واتبعته الادهم وبتقول الله يا عينك يا ابني على ما بلاك يا لهوي يا لهوي يا لهوي فيديو فيديو ايه بابا فيديو ايه او عكون صورتني ست دي وانا نايمة حصل لا وكمان ايه كنت بتغني وبتسقفي والناس ما نزلت من على سررها يا لهوي يا لهوي يا حسنولي تعمليها انا واسق انك تعمليها وخرجت جاري وبتنادي على مامتها حسنولي يا حسناء يا ست الكل يا حلوة يا حليوة عايزة ايه اخرت صبري اوه اوه تبعت الفيديو القادة ما بوس ايدك لا خلاص ببعت انت لسه فاكرة عملتها عملتها حسناء ده ممكن يرجع في كلامه للأسف الواتل عابل وبيقولي بحبها طانت وربنا قدومي ده حبيبي 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 هو حر يا اختي وقبل بقى ما ياخدك مننا هقول له البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ابدا يا لهوي هي وصلت لكده يا نبع الحنان اه وصلت ويلا بقى دخل جهازي نفسك ادعم على وصول ويلا عشان يوصلك انت ومروه على البيوتي سنتر ده حسنولي طب انا جعنا حسنولي طب دخل جهازي وانا كون جهزتلكم الفطار وكمان مروه وادهم بقى يفطاره معاك اوكي حسنولي انت بس لو تبطل تقولي حسنولي دي ما قدرش ما قدرش سلام ودخلت قدتها وخرجت تاني وبتقولها اه ماما بجد بعطي الفيديو الادهم اه ماما ما تخافيش فضايحك يشوفها هو بنفسه حبك حبك اه ماما والحد انا خلس الجزء ده ويا ترى ايه اللي هيحصل ما بين الابطال تاني وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة